أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية أغلب متابعي يتساءل لماذا كان حسمي واضحا بذهاب ترامب وانتخابي أيضا ليست المشكلة لا موجة زرقاء ولا موجة حمراء إنما حسب موقف الجيش الأمريكي لأن الجيش الأمريكي في آخر المطاف اعتبر على أن ترامب يدفع إلى مسألتين الانعزالية الخطيرة بالنسبة لأمريكا وثانيا بالنسبة لمهماتها في الخارج والذي أعد هيكلتها دون استشارة مهنية أو حرفية ثالثا على أن الأمور مع الجيش لم تكن قراراته مسعفة وبالتالي فإن ماركس بير عندما قال لأن الأمر كان يستدعي تدبيرا وقول لا للرئيس ترامب هذا يؤكد مدى العلاقة التي كشفناها في حينه بأن هناك سوء تفاهم بين الطرفين هناك حوالي مليون ميتين واحد وثمانين ألف جندي أمريكي لديهم مليون ومئتي وعلى الأقل ومئتي ألف من العائلات المرتبطة بهم هذه بالنسبة للعناصر النشيطة والتي تذهب وتأخذ تعويضات وغير ذلك من الأمور مليون عائلة تخيلوا معي مليون عائلة يكون لها موقف اتجاه الرئيس وكلها لماذا الرئيس ترامب رفض التصويت بالبريد لسبب مركزي وأساسي هو إقصاء أصوات الجنود من الاحتساب لأن أغلبهم أساسا هو بالبريد وهذا الإجراء قد يكون مسعفا وقد يكون إيجابيا بالنسبة إليه لكن فرض عليه شيء أساسي هو أن جميع المخابرات بما فيها المخابرات العسكرية فرضت على الرئيس نفسه أن يصوت بالبريد تخيلوا صوته نفسه أي صوته الآن يطالب بإسقاطه لأن المهم بالنسبة إليه هو بالنسبة للبريد في حدود يوم الاقتراع فقط يعني أن هناك أمر لكنه في نفس الوقت فإن فريقه القانوني يدفع بوقف الاحتساب مباشرة بوقف الزمن الانتخابي يعني مع نهاية العهدة للتصويت فيكون التصويت قد تم الفرز قد تم على هذا الأساس إذن بالنسبة للفرق القانونية هناك صعوبة لأن هناك قوانين ولائية للولايات وهناك القانون الفيدرالي وهنا تختلف كل ولاية عن الأخرى وهناك محاكم عليا في كل ولاية على أي حان ننتدخل هنا في السؤال القانوني لكن سأتدخل في المسألة الأساسية هو موقف الجيش هو موقف مليون ميتين واحد وثمانين ألف عائلة من جندي كان لهم موقف مباشر من ترامب وكان هذا هو الحزب السري جزئيا الذي يحسم المعركة من حيث لا يدري الكثير من المحللين المسألة الثانية تتعلق بجيش الاحتياط نحن أمام جيش مكون من مية وتمانية وتمانين ألف وميتين وسبعين وواحد وسبعين ألف تقريبا بالنسبة لآخر الإحصائيات وقد بلغ إلى مية وتسعة وثمانين ألف إذن نحن أمام احتياط آخر يعني إن أضفنا إليه سنصل إلى حوالي المليون والنصف مليون يعني المؤكد هو أننا أمام مليون ونصف مليون عائلة صوتت ضد ترامب لذلك فإقصاء البريد أو التصويت بالبريد لإقصاء الأصوات العسكرية كان هذا تكتيكا لم ينجح لأنه تفسير مبصر للقانون مبصر لأنه لا يريد إلا سماع وشة تنظر واحدة دون اعتبار لقانون الوديات وإلى آخر هذه زاوية وهكذا كان مؤكدا بالنسبة للمراقبين الذين وصناع القرار على أن مسألة ترامب مسألة فقاعية لا أكثر ولا أقل وأن التصويت بالنسبة إليه لأن هناك من لم يحتط لكورونا وصوت بالفاصيلتيز الموجودة يعني أنا أمام أمام إمكانية للتصويت عن بعد بالتصويت بالبريد وبالتالي فإن الديمقراطيين ذهبوا على العموم إلى صندوق الاقتراع بشكل مبكر وهذا شيء معروف أما إن أسقطنا هذا الصوت فسنسقط أصوات الدبلوماسيين في الخارج وسنسقط كثير من الأشياء يعني فيه فيه نوع من جنون فيه نوع من الجنون والخروج عن القانون وكل هذا الضبط القانوني بالنسبة للفريق الجمهوري يعتقد على أنه ضرب في الماء لسبب بسيط جدا هو أن صوت السيد الرئيس نفسه ونتيجة التقارير الاستخبارية التي وضعت على مكتبه فرض عليه أيضا أن يكون مصوتا عن بعد وبالتالي أصبح أيضا هو عبر البريد وهو نفسه الآن يطالب بإسقاط صوته غير الشرعي فإن كان صوت الرئيس غير شرعي فقد صوت زوجته فأصبح الأمر صعبا للغاية بالنسبة لهذا التفسير هنا ننتقل بعد هذه الملاحظة إلى لماذا مارك إسبر يذهب ببساطة شديدة لأننا أمام شخص قال لا للرئيس الأمريكي حسب تعبير إسبر نفسه ولم يقل هو لا لأنه هو أصلا ليس ابن الجيش والذي يعوضه الآن أي نائبه الذي عوضه حاليا كالسكرتير الوزارة الدفاع أو وزير الدفاع بمنطقنا نحن فنائب إسبر كريستوفر ميلر الذي عوضه كسكرتير الدفاع هو ابن أصلا القوات الخاصة وابن الجيش شخصية مارك إسبر أساسا هي جمهورية وهذا الذي يعني أننا أمام انقسام داخل الحزب الجمهوري هذه الشخصية إسبر هي ابن بن سينفينيا ونحن ندرك على أن هذه المنطقة تحديدا التي لم يعمل عليها وزير الدفاع وزير الدفاع أخذ بالتحفظ الذي لدى منصبه فكان قلبه وموقفه مع الجيش وليس مع حزبه الجمهوري لأن هذه الشخصية ابن الحزب الجمهوري وابن قطاع الأعمال العسكري إذن مارك إسبر فضل أن يكون موقفه هو موقف الجيش وليس موقف حزب الجمهوري الذي ينتمي إليه هذه الزاوية ونقطة أساسية ثانيا أنه ابن بن سينفينيا وهو لم يعطي ولا إشارة واحدة لدعم الرئيس ترامب رغم أنه جمهوري هذه نقطة ثانية النقطة الثالثة هي قول لا بالنسبة لدعم الرئيس ترامب بالنسبة للتصويت فعندما يكون وزير الدفاع هو الذي يدافع عن شخص الرئيس فإن جزءا مؤثرا من الجيش سينضم إلى وزير الدفاع إذن هذه مسألة رئيس ثالثة لذلك فإسبر عندما لم يجد بدا من هذه المخاطبة فكان هو متأكد من أن مسألة استمراره في المنصب مسألة ستتأجل إلى ما بعد الانتخابات فقط لأن موقفه كان واضحا جدا أما بالنسبة لهذه الشخصية التي عوضته ميلر أو كريستوفر ميلر فهو كان نائب وزير الدفاع للعلم وهذا مهم جدا فهو ابن خريج أصلا للنافر وور كوريج فهو ابن العسكرية وابن القوات الخاصة من 1983 إلى 2014 ابن 1965 هو حيث ميلاده في ويسكنسون إذن نحن أمام ترتيب جديد لابن القوات الخاصة من جهة وثانيا للناشنل غارد أساسا وكل هذا أي أننا أمام احتياط هذا الاحتياط الذي لم يصوت لترامب أساسا كما لم تصوت عليه كل العائلات العسكرية فهذه الشخصية أصلا هي التي يريد منها مجلس الشيوخ الذي عينه أي عين ميلر في ستة غشت 2020 كرئيس للمركز الوطني لمحارب سيلارهاب وابن القوات الخاصة في التعامل مع أي تطورات غير منحرفة لهذا النزاع الانتخابي فبالنسبة لمجلس الشيوخ وغيره فهو قدم ابن جورش تشاون وهذا الإطار في المقاولة العسكرية بالأساس من بعد 2014 ورئيس لمركز الوطني لمحاربة الإرهاب كل ذلك في هذه الشخصية تعني مسألة واحدة هي محاربة التنازع والنزاع والتدخل وإمكانية التدخل في حال تطوير أو تطور النزاع الانتخابي بين ترامب وما بين بايدن لأن ترامب إلى الآن لا يعترف بهذه النتيجة ولازلت الأمور اليوم في حالة تنازع أو نزاع قانوني إذن هذه مسألة رئيسة وبالتالي فإن التطورات ما بين الطرفين جعل من ترامب وإدارته أن تستدعي هذا الرقم لمكافحة الإرهاب من أجل مواصلة عمله بشكل مكثف كي لا تنحرف الأمور عن سياقها إذن هذا هو السبب الذي أتى بميلر من جهة وثاني مسألة أساسية بالنسبة لذهاب إسبر هو عدم الاستجابة للرئيس ترامب بخصوص جوالاته في بيلسنفينيا موطن ميلاد مارك إسبر ولأنه إطار جمهوري فكان الأولى أن يدعم ترامب لكنه لم يدعمه وأخذه بواجب التحفظ على أساس أنه وزير الدفاع إذن هذه المسألة يعني هناك مسألتان رئيسيتان في هذه الحلقة الأولى لماذا كان حسمي واضحا بالنسبة لترامب بذهابه رغم شعبيته ولأن الأمر قياسي بالنسبة للانتخابات كان من الممكن أن يغرق بايدا أيضا لأن كل القاعدة الجمهورية ذهبت إلى الانتخابات أو إلى صندوق الاقتراع لكن المسألة تتعلق بحوالي المليون ونصف المليون عائلة عسكرية وإطار عسكري هذه الزاوية والزاوية الثانية هو أن ترامب بهذه الخطوة جعل مسألة النزاع الانتخابي طويلا ولن يحكم فيه إلا القضاء وبالتالي فإن دفع رئيس مركز المكافحة الإرهاب لقيادة وزارة الدفاع من أجل احتمال نشر الجيش لمنع أي نزاع جمهوري ديمقراطي فهذا أساسي جدا بالنسبة تماما للولايات المتحدة الأمريكية لأن القرار لم يأتي من ترامب القرار أتى من مجلس الشيوخ من لجنة الأمن في مجلس الشيوخ كان هذا الاقتراح جمهوريا من هذه اللجنة وبالتالي فإن قضية ترامب بأنه هو الذي قر هذا القرار هذا بعيد كل البعد عن الجانب الحقيقي من هذه الزاوية أما بالنسبة للدعوة إلى انقلاب وغير ذلك فهذا غير وارد إطلاقا والمسألة بالنسبة إلى ترامب هو تأمين هذه المرحلة من النزاع الانتخابي لأن المؤسسة كلها والجيش لن يقوم والجنرالات تحديدا لن يقوموا بأي عملية للانتشار لأن هذا قرار الجنرالات كان ميلر أو كان إسبر أو كان غيره في وزارة الدفاع فالإجماع المجمع للجنرالات كان واضحا جدا بالتحفظ وهذا الذي يمارس إلى الآن ستكون هناك انتشار لقوات الاحتياط فقط ولكن ليس شيئا آخر إذن بالنسبة لترامب سيعترف بعد القرار القضائي أو قبله لأن هناك ضغوط من داخل الحزب الجمهوري بما فيه مارك إسبر وبما فيه المؤسسة العسكرية والمؤسسات الاستخبارية جميعا ولا يمكن اليوم ترامب معزول وبالتالي من غير الممكن أن يواصل هذا الموقف غير المرغوب فيه مؤسساتيا شكرا جزيلا وإلى اللقاء